أعلن عضو كتة وفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أنه تأدية منه للدور المرسوم له من جانب الجهات الإقليمية المعروفة قام السجين السابق المطلق الصراح بقانون عفو لا بحكم براءة بتنفيذ وظيفته بأن أطلقت ترهات أدمن عليها ولم تعد طلق إلا السخرية والاستهزاء كما برنامج هزلي من الدرجة العاشرة أضاف الموسوي أن الفارق بين ما قيل عنه وما يقوله عنه لا سيمة لجهة اتهاماته لنا بالقتل هو الفارق بين الحق والباطل فما يقوله ليس إلا تكرارا للأكاذيب والافتراءات وشهادات الزور وما قيل عنه خلاصات أحكام مبرمة من أعلى سلطة قضائية في لبنان أدنته على أفعاله الجرمية أما تذرعه بزمن الويصاية كما يقول فقد كان حتى قبيل توقيفه أحد أركانه وإن كان واثقا من براءته فليطلب إعادة محاكمته الآن على حد تعبيره